شرايين تاجية هاي طبيعية هاي جلدة شون اعرف اني الشرايين التاجية مالتي نظيفة وشون احافظ عليها وشون تنفحص اصلا هي شلون تنفحص اليوم افهمك بهذا شرايين افهمك شلون انت تحس بها اخواني العزاء شرايين تاجية هي نبلش هيش بها خلاجي بلقى شرايين تاجية هي شرايين اللي تغذي عضلة القلب هاي الجهة الامامية وهاي الجهة الخلفية شرايين الله سبحانه وتعالى خالقها شوفها شون عروق عروق تغذي الجسم مال العضلة القلب كلها الشرايين اكو نحيفة واكو غليظة اكو نحيفة واكو غليظة اخواني مثل ما شوفها سب هذا المجسم واضحة ايه هاي مال الواحد ضربة تجلدة الشرايين الغليظة ثلاثة هو اصلا اثنين بس اليسار ينقسم الى اثنين كبار اخواني العزاء الشرايين مال اثنين من يصير بيها انسداد يسوي علامات الدبحة الصدرية حياكم الله والقلب احمر وان شاء الله قلبكم يبقى احمر مملوء بالحب والحماوة الحرارة يعني اه خلي قلبك شبابي وجيب اللي عنده مشكلة بالشرائين اكتب اسمه ولو هي اخواني مو ريد نعلم الناس اللي ما عندهم مشكلة ريد نعلم البشرية العربية سواء كانوا في الدول العربية حياكم الله او خارج الدول العربية والله العظيم ماكو طبيب يشرح هالشرح لكم تعلموها وكل واحد يكتب اسم صاحبة واحد اثنين ثلاثة جيبوهم خلنعلمهم ترى هاي بفلوس ما احد يعلمها لكم هاي شرائن اخواني شرائن تاجية ليش تنسد هي اذا انسدد الشرائن مال الانسان تسوي الذبحة صدية يعني سين عندك شوية علم بالجهود مال القلب مالتك اليوم واحد جيه خاطية ده يقص الشجر بالغابة وجيه قال صار عندي علم هنا اصلا مايريد يجي دول الفلاليح عندهم هنا بالسويد الفلاحين يعني يكونون طيبين مثل جماعتنا الفلاحين بالعراق والدول العربية حياكم الله بعدين جيه اللي قينا شريان عندهم مسدود عمره تسعين سنة ويشتور كلكم مردين اكتب لي اسم صاحبك وقول تم اكتب لي تم اهمين اخواني شرايين تطيع علامات الذبحة الصدرية مو دائما الذبحة الصدرية تعطيك الم بالصدر نوبات خصوصا ابو السكر جوز يصير عنده الم بالبطن مالتي ضايق خلقه شغلات يعني غريبة بالجسم يقول اكو شي مو زين بالجسم مالتي منو عنده سكر اكتب عندي سكر زين اكو احد عنده سكر كم واحد عنده سكر اذا مو عندك سكر اكتب صاحبك اللي عنده سكر خليجي يشوف المحاضر حياكم الله شلون دكتور علامات الذبحة الصدرية ما اريد اني اروح بالتفاصيل اذا تروح بهذا دا تشوفها هنا راح اخليكم اياها في الصفحة هما موجود التليقرام مال دورة سلامة قلبك اضيفوها سديبين عندكم هنا جوه ضغطو انتم على لايف واللي يجي بعديا موجود في الصفحة مالتنا يروح بالصفحة يضغط على ولي سرحان هناك يلقى اول منشور مثبتا بي شرح شون ده بحصة صدرية الصير وعلاماتها وشلون احنا نحافظ اخوان شوف هذا الشريان مزدود ممكن ينسد عندك شريان هذا الثاني الكبير يعني المفروض هو هناك مزدود هذا هاي العضلة كلها تموت ومنه تموت يصير ضعف بعضلة القلب وعجز القلب ناخد مثال ثاني زين هاي من صفحة ثانية اذا شريان ثاني ينسد زين هذا الشريان صغير للي نسد تشوفه صغير هذا ما ينفتح بالقسطرة تشوفه هذا صعب ينفتح بالقسطرة زين هذا ماتت شوية قسم العضلة يسوي علامات لبحصة صدرية بس بالقسطرة ما ينفتح بس الكبار ينفتح الاصغار ما ينفتح فاللي عنده صغير وما ينفتح شون يفتحه تفتحه دورة سلامت قلبك ليش راح تخلق شرايين صغيرة شرايين صغيرة تغذي المنطقة هذي يعني اكو دكتور واحد سألني دكتور عندي شريان اتنين مزدودات طبعا اذا ثلاثة مزدودات الا عملية فتح وتبديل الشرايين يعني نربطه هنا الشريان على هنا ومنا من هذا الشريان الابهر نوديه هناك زين بس هذي الشرايين الصغيرة شون تفتح دورة سلامت قلبك تفتحها لك يعني الرياضة وتنزيل الوزن وترك التدخين هاي في كلها في دورة سلامت قلبك والاكل الصحي هاي كلها اللي سويدنا ياهد زين دكتور شون نحافظ دورة سلامت قلبك شون نفحصها دكتور طبعا اذا ما عندك علامات انت مو تفحصها لا تروح تحافظ عليها اذا ما عندك انم بالصدر ماتك زين عندك سكر ضغط له حتى سليم عمي اخواني وصلوها للشباب خلي الشباب يعني الانسان ما ينتظر تضربه جلطة الانسان هاي وقت متأخر منه عنده ضربة جلطة او انسداد او قصور بشرائين ماتك اخواني خطيئة اللي في الغرب السوريين الطيبين والليبيين واليمانيين والاخواني العراقيين خارج وصلوها لهم ما يحد يجي فهمهم هاي حتى المترجم ما يفهمهم هاي شغلة اللي عنده صديق فيه في اوروبا خطيئة ضيف اسمه او واحد شوية اقول له تعال هاي المحاضرة مهمة في دك اخواني اللي ما عنده علامات يبلش في دورة سلامت قلبك ابحث بيها بالجوجل اللي عنده علامات الدبحة الصدرية يسوي فحص الجهد ما تبين بتخطيط القلب تخطيط القلب ما يبين بته دبحة الصدرية يبين من خلال فحص الجهد يعني شنو تخليه على باي سيكل او على شنو على طبعا خدعالوا انتم الفقراء الفقراء لله والله يحبكم الفقراء الفقير وصلوني للفقير رحم الله ولد ايكم أخواني شارك هذا الرحم الله والديك المنشور للفقراء الفقير شون يقدر يفحص شراينا بالدورة السلامة قلبك يصعد عشر مرات وينزل عشر مرات درجة يعني عشر مرات يصعد وينزل قبل عشر بايات يعني كل عشر مرات إذا ما صار الإنسان بي ألم هذا جهد قوي إذا ما صار عنده ألم بصدره بالدورة آني شارحها شون دبحة صدر علاماته بس لازم يشترح باي تحت اللسان نايترو جليسيرين خافصين عنده الدبح إذا ما صار عنده ألم بيخاف ما بيهاش شرايين يستمر بالدورة زيان أما هو الفحص الصحيح فحص الجهود إنه ما يقدر يسوي فحص الجهود وعمره جوى لخمسين سنة يسوينا مفراز ما نضربه أبرة تلون شرايين هاي كلها وبالأشياء هاي شوفونها إذا ماكوا هاي لازم يعني هنا يستخدمون الطاقة الذرية بالفحص يسمونها مايو كاردي سكنتكرافي موجود في تركيا أعتقد في إيران موجود ما أعرف والله ما عند الله وين هاي يقدر واحد فحص إذا ماكوا إلا القسطرة إلا القسطرة إلا تقدر تفحص بها شرايين مالتك حافظ عليها شرايين أخواني هاي شرايين ما ترجع إذا سدد تقدر تزرع جديدة يعني تخضر جديدة فكل واحد عندها قسطرة بشرايين ضروري جدا يبلش في دورة سلامة قلبك هاي وصيتي إليه زيان هاي يسئلوني دكتور عندي شرياء مزدود دكتور عندي ألم بصدري عندي ذبحة صدرية عندي يعني ما أقدر أجاوب على الكل أنا معطيكم العلاج أي واحد يشكم من ذبحة صدرية عنده ألم عنده قسطرة في عضلة القلب ضروري جدا يبلش وإخواني يبلش مو وحده هو ومرته هو وجهاله يجيب صديقة بالدائرة يلا كنا نبلش إرادة لهمة إرادة لهمة يا شباب هلا بكم وعدنا إنسانيين طيبين أبطال المدربين ما يسئلونك على شيء تعالوا إياهم ويدربونك ويشدون حالك وانتوا ملتموا بفي الصفوف وتدريب كلكم مردة والله ليش أوفكم ألم الذبحة الصدرية ولا الجلطة القلبية إن شاء الله إن شاء الله كل الناس توقي نفسها وتوقي قلبها من الأمراض أفضل والله والله أفضل أفضل من العلاج الوقاية هواي أفضل حافظ على الشرايين ولا تخليني ينسدن وكلكم بردة لا تنسى القلب أحمر وشارك روحوا يلا رحم الله وعليكم